أكد الرئيس عبدالفتاح أسيسي ضرورة استناد مصار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جيمبيو وعدد من أعضاء البرلمان الكوري وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهدت بادلة وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها تطورة الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي حيث تم التوافق على أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل